بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادثة تحطم الطائرة المرشد الإيراني علي خامنئي يؤكد أن إدارة الدولة لن تتأثر ويكلف نائب الرئيس محمد مخبر بإجراء انتخابات خلال خمسين يوما وفقا لما ينص عليه الدستور الإيراني ولتزال مشاهدين أصورة ضبابية حاليا حول أبرز الأسماء المرشحة لخلافة رئيسي سواء تلك التي يدعمها خامنئي أو تلك التي تحظى بتأييد شعبي كيف ستكون ردة فعل الشارع الإيراني وما الاتجاه الذي سيسلكه في الانتخابات القادمة ننقش التطورات مع ضيفنا من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويوران دكتور حسين أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار بداية أي تداعيات لمصرع الرئيس إبراهيم رئيسي على الداخل الإيراني الكل يعلم دكتور حسين أن البلاد تعيش صراعات وتخبطات كثيرة برزت بشكل كبير خلال الانتخابات السابقة وبالتالي ما الذي ينتظر إيران بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء في تصوري أن رحيل السيد الرئيسي عن المشهد السياسي وكذلك السيد أمير عبداللهيان لن يغير كثيرا في اتجاهات السياسة الإيرانية لماذا؟ لأن صناعة القرار السياسي في إيران هو يأتي من دوائر متعددة يعني المرشد هو ضمن هذه الدائرة مجلس الأمن القومي هو ضمن هذه الدائرة هو الجيش والحرس هو ضمن هذه الدائرة وزير الخارجية ورئيس الجمهورية أيضا ضمن هذه الدائرة عند تغيير أحد عناصر هذه الدوائر لا يمكن أن نتصور أن هناك إمكانية لتغيير الاتجاهات السياسية في إيران خاصة أن الدستور الإيراني وبنية النظام السياسي في إيران هي واضحة في اتجاهاتها ولا تسمح كثيرا بحامش مغاير لما هو عليه الآن لكن كيف يمكن لمصرع رئيسي أن ينعكس على التنافس الموجود بالوقت الراهن يعني كان في خلاف على البرلمان هل تعتقد دكتور حسين ريوران أن يمتد هذا الصراع إلى الرئاسة أيضا؟ يعني في البرلمان التيار الأصولي المحافظ دخل بعدة تيارات ورغم أنه فاز بالأكثرية البرلمانية ولكن عند موضوع من سيرأس البرلمان كان هناك صراع حاد تلال الأيام الماضية قبل هذه الحادثة والرئيس الحالي يعني السيد قالي باف كان يواجه معارضة من البعض في أن يكون أن تمدد رئاسته للبرلمان الجديد هل هذا التشردم في التيار الأصولي يمكن أن ينعكس في الانتخابات المقبلة على رئاسة الجمهورية؟ يعني هذا الاحتمال يبقى واردا ولكن في تصوري أن انتخابات الرئاسة تختلف عن الانتخابات البرلمانية عادة ما في الانتخابات الرئاسية يكون هناك توحد لأن أي تشتت سيكون لصالح الطرف الآخر وحتى في الانتخابات التي فاز فيها السيد الرئيسي كان السيد قالي باف منافسا له بالمناسبة ولكن حرصا على أن لا تتشتت أصوات الأصوليون المحافظون حاول أن يتراجع هو لصالح السيد الرئيسي وهذا ما سمح للسيد الرئيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية من هنا هناك فارق بين الانتخابات الرئاسية التي تحاول القوى تجميع قوتها والانتخابات البرلمانية التي عادة ما تتشتت بسبب الطابع الجغرافي المترامي وكذلك وجود قوى محلية في المحافظات المختلفة يعني تتعارض مع سياسة التمركز الحزبي الذي تحاول بعض التيارات السياسية تنفيذه على أرض الواقع دكتور حسين هناك ما يرى أنه يجب على النظام أن يفتح باب الترشح عمام شخصيات معتدلة ما رأيكم؟ يعني هذا سيكون في تصوير يعني باب الانتخابات هو سيكون مفتوحا صحيح أن مجلس صيانة الدستور هو يعني يجب أن يزكي هذا المرشح أو ذاك هناك مواصفات في الدستور الإيراني أن من يترشح يجب أن يتمتع بمزايا يجب أن تكون له تجربة في إدارة مكان ما وزارة أو موقع أو برلمان أو يعني أي شيء هذه موجودة في شخصيات معتدلة أو حتى إصلاحية ويمكن لهذه التيارات أو لهؤلاء الأشخاص أن يترشحوا وأتصور أن الانتخابات يعني من دون مرشح من التيار الإصلاحي يعني لن تكون له تلك يعني الهامش الكبير الذي يستقطب الناخبين بطبيعة الحال هذه مسألة لكن هناك مسألة أخرى هي نسبة الإقبال دكتور حسين ريوران يعني شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرا خفاضا تاريخيا في نسبة الإقبال وحضرتك تذكر معي وقتها فقط 8% شاركوا أو من الناخبين المؤهلين للتصويت شاركوا في هذه الانتخابات ويبقى التساؤل اليوم في خمسين يوما فقط هل يمكن حشد نسبة مرتفعة للمشاركة في هذه الانتخابات يعني أتصور أن انتخابات الإعادة هي عادة تكون قليلة الإقبال لماذا؟ لأن البرلمان 290 نائب 245 نائب كان تم انتخابهم وبقي في هذه المحافظة نائب وتلك المحافظة نائب من هنا عدم الإقبال هو يأتي على خلفية واضحة وهذه تتكرر في الانتخابات المختلفة في الانتخابات الرئاسية عادة ما ترتفع النسبة إلى مستوى مرتفع في انتخابات السيد الرئيسي هي كانت نسبة 42 أو 43 كانت في تصوري وهي أيضا نسبة متدنية قياسا لما كان عليه سابقا ولكن لكل انتخابات ظروفها يعني شدة المنافسة هي التي تحدد هذه النسبة وإلى أي مدى دكتور حسين أيضا لأنه ذكرت أنه لكل انتخابات ظروفها إلى أي مدى هذا الحادث المأساوي الذي كان له وقع صعب جدا على الإيرانيين أنفسهم وغياب ورحيل الرئيس بهذه الطريقة البشعة جدا إلى أي مدى برأيكم سيدفع الناس إلى المشاركة بشكل أكبر في الانتخابات القادمة يعني في تصوري أن التيار المحافظ يعني سيحاول أن يدفع باتجاه صلاديق الرأي الناخبين على خلفية أن هناك مظلومية في مسألة ارتحال الرئيس رئيسي بهذا الشكل ضمن هذا الإطار سيستغل هذا الحادث لخدمة التيار الأصولي بشكل أو بآخر هناك ما نعتبر اليوم ونحن نحلل معه بأن التنافس سيكون بين المحافظين أنفسهم بين أجنحة هذا التيار المحافظ برأيكم هنا في هذا الإطار أيضا ما الذي يمكن توقعه وأي شخصية من الممكن أن تكون أو تحل مكان رئيسي والكل يعلم دكتور حسين ريوران أن هذه الشخصية إن كانت شخصية دينية فهي مرشحة لاحقا لأن تكون مكان المرشد الإيراني يعني في تصوري إذا استنكفى التيار الإصلاحي في الترشح للانتخابات نعم ستكون الانتخابات داخل إطار التيار المحافظ وستكون هناك يعني الكثير هناك من التيار الأصولي عندهم طبوحات ولن تكون هناك عملية تسكية لأي شخص كان في الانتخابات إذا جاء المنتخب من التيار الإصلاحي هنا سيحتاط مرشحه التيار المحافظ حتى لا يتم تشتيت الأصوات ويفوز مرشحهم سيكون هناك تراجع البعض لصالح المرشح الأساسي ولكن إذا لم يكن هناك مرشح من التيار الإصلاحي من الذي يحدد ذلك دكتور حسين رويران؟ هل هم المرشحون أنفسهم؟ أم أنه يفتح الباب أو يخول لشخصية ما بالترشح؟ والكل يعلم أن هذا الموضوع سبق وشهدناه في انتخابات سابقة في إيران تحديداً الانتخابات التي وصل فيها الراحل رئيسي إلى سدة الرئاسة؟ يعني التيارات السياسية هي التي تحدد مثلاً على سبيل المثال الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال الشهرين الماضيين يعني التيار الإصلاحي استنكف عن أن يقوم بترشيح رسمي وإعطاء قوائم واضحة في المدن المختلفة التيار الإصلاحي موجود في كل المحافظات في إيران وحتى أنه عندما قام علي مطهري بترأس لائحة في طهران لم يستطع مع أنه محسوب على الإصلاحيين لم يستطع أن يحصل على تمثيل رسمي ومباركة من قيادات التيار الإصلاحي يعني هذا يعود لعملية التقييم السياسي للانتخابات الآن قد يكون التيار الإصلاحي ليس في وضع جيد بسبب أن الانتقادات لا زالت تطال رموز التيار الإصلاحي خاصة في دورة السيد روحاني ومن هنا أتصور أن وجود مرشحين من التيار الأصولي المحافظ تعدد المرشحين هو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ هو لم يتم استبعاد الإصلاحيين فقط سابقا إنما أيضا المحافظين الوسطيين ولذلك يمكن طرحت سؤالي في هذا الإطار دكتور وبحب إسمع رأيك في هذا الموضوع يعني في رئاسة الجمهورية بالنهاية الانتخابات ليست محلية كما في البرلمان هي انتخابات وطنية تشمل كل البلاد الشخصية يجب أن تكون معروفة لدى الجميع تمتلك مقومات القيادة وتمتلك برنامج واضح خاصة في الجانب الاقتصادي الآن الاقتصاد هو أولوية في إيران يعني حتى سيد رئيسي هو طرح برنامج اقتصادي وقال أنه سيغير في معالم الاقتصاد الإيراني واستطاع إلى حد ما أن يقوم بهذا الدور يعني الاقتصاد الإيراني كان يعاني من التضخم بشكل كبير كان يعاني من سقوط العملة وكان في نفس الوقت يعاني من الركود الاقتصادي هو استطاع أن ينهي الركود أن يكون هناك نمو لنسبة أربعة أو أربعة ونصب المئة خلال السنة الماضية وهذا يعتبر إنجاز ولكنه لم يستطع أن يقضي بشكل حاسم على موضوع سقوط العملة والتضخم بقيت تضخم مستمرا خلال السنوات الثلاث الماضية وهذا أيضا كان من ضمن ما يؤخذ عليه ولكن بشكل مجمل السيد الرئيسي كان إلى حد ما موفقا في برنامجه الاقتصادي شكرا دكتور حسين ريوران على هذه القراءة من طهران حضرتك أستاذ العلوم السياسية شكرا